يا فارس يا زينة يلا يا أولاد كفاية لعب بقى كده يلا عشان تتعاشوا وتناموا يا ماما متسبينا نلعب شوية كمان هايوة يا ماما لسه بدري هو ايه ده اللي لسه بدري ده كل الأولاد اللي كانوا بيلعبوا في الشارع دخلوا بيوتهم وما فيش غيرك انت وقتك يا ماما ايه المشكلة بقى ما احنا في أجازة احنا كنا بالنام بدري عشان المدرسة دلوقتي احنا في الأجازة ممكن تسيبينا نلعب هسيبكم خمس دقايق بس هحضر العشاء وانادي عليكم يلا عادر يا ماما اما اطلع بقى انادي للولاد مستحيل يدخلوا لوحدهم انا لو سبتهم هيلعبوا لحد الصبح فارس زينة يلا ماما هو بابا اتأخر كده ليه احنا كنا عايزين اتعشى معين هاصلو مصدق اخد أجازة من الشغل يومين وبقى يسهر مع صحابه عيني علي انا اللي مسكينة انتو اخدتوا أجازة من المدرسة وبتلعبوا وبابا اخد أجازة من الشغل وبيخرج مع صحابه لكن انا بقى مش عارفة اخد أجازة من البيت ومن طلباتكم خلاص بسيطة يا ماما خدي أجازة وما تعملش حاجة يا سلام ومين بقى اللي يأكلنا ويعمل لنا كل حاجة ايوة عندك حق يا فارس مين اللي يعمل كل حاجة خلاص احنا هنشغل البيت بالزكاء الاصطناعي نقوله اندف يا بيتي اندف استوي يا أكل يسولنا الأكل مش كده يا ريت يا ماما يكون كده ده الحياة هتبقى سهلة خالص عشان امكبر وتجوز ما عملش اي حاجة واجيب روبوت يشتغل بدالي طب يلا بقى كله وانتو ساكتين في ايه يا حبيبي هو انتو لسه هتسهروا معايا مش هتطلعوا تناموا ولا ايه لا يا ماما مش هنطلع ننام احنا هنستنى بابا عشان عايزين نقوله حاجة خير عايزين تقوله ايه احنا عايزين نتفسح احنا اخدنا الاجازة وعايزين نسافر في اي مكان بابا وعدنا ان احنا لو جبنا درجات حلوة واخدنا الاجازة هيفسحنا هقولله بقى يا ماما ان احنا عايزين نسافر هي فكرة حلوة يا ولاد انا كمان عايزة سافر وغير جو خلاص خليكم عادين بقى مستنينوا عشان نقوله الفكرة دي سلام عليكم وعليكم السلام هاهلا يا خالد وعليكم السلام ازاك يا بابا خير صهرانين لحد دلوقت ليه مش عايزين يناموا غير ما يتفقوا معاك اتفاق عايزين نسافر نتفسح ونغير جو ايوة يا بابا ياريد انت اخدت اجازة بقى يا بابا ولازم تفسحنا ده انتوا بقى طمعانين في اليومين الاجازة اللي انا اخدتوه ايوة بالضبط كده طيب على العموم انا كنت محضر لكم مفاجأة مفاجأة ايه يا بابا قول قول بسرعة واحد صاحبي عنده بيت في جبال التلج طلبت منه المفتاح عشان نروح نقضي هناك يومين بجد يا بابا بجد بجد يا بابا هنلقى في التلج ايوة يا ولاد ده هتبقى رحلة حلوة قوي عشان تعرفوا بس يا ولاد ان انا مش نسيكم وعايزة فسحكم وابسطكم يا ربنا يخليك لنا يا احلى بابا في الدنيا انت اجمل ابي واحلى ابي يا بابا عايزكم بقى تستعدوا وتحضروا حاجتكم عشان هنمشي بكرة من بدري ده هم يومين اجازة بس اه لانو تكون الشنط جاهزة ولو عايزنا نمشي دلوقتي هنبقى جاهزين لا لا مش للدرجات دي انا عايز انام اصحاب الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات يلا اللي مش مشترك في الجروب يشترك عشان فيه مفاجأة حلوة انا سايب لكم اسم الجروب في صندوق الوصف يلا اعملوا حالا لايك للفيديو واللي مش مشترك يشترك في القناة بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا انا خلاص جاهزين يا خالد يلا بينا هو ايه اللي معاكو ده ايه كل الشنط اللي انت واخدينها دي ده انا بقول يومين هو انا بقول شهرين وايه المشكلة يا بابا ده احنا يا دوب واخدين اللبس الشتوى معنا بس ماه الدنيا هناك هتبقى ساعة ايوة يا بابا لازم يبقى معنا هدوم تقيلة كتير عشان ما نلعب في التلج ما نبقاش سقعانين لا نصحين قوي على العموم هاحسن برضو بدل ما روحي ناجع وتقوله سقعانين ونتطر نشتري لبس كتير كده كده هنشتري يا خالد هو احنا بنتفسح ليه ايوة بتتفسحوا عشان تخلصولي فلوسي انا بس تكون تناسي يلا تفضلوا الكابو العربية واو الأجواء رائعة قوي يا بابا تجو جميل قوي خلاص وصلنا يا ولاد يلا نزلوا ياه فعلا الجو هنا برد جدا كويس ان احنا عملنا حسابنا وجبنا كل اللبس التقيل بس البيت مطرب قوي محتاج يتنضى طب يلا بقى نساعد بعض وننضى في البيت سريعا ماشي واما نخلص نطلع نلعب في التلج شوية ياه انا هلعب في التلج انا مبسوطة قوي وبصراحة يا ولاد مش عايز اقول لكم ان انا كمان هلعب معاكم انا بقى هتزحلق على الجبل طب يلا بقى بلاش نضيع وقت في الكلام يلا نضف البيت بسرعة ونطلع اتشونة فوق فما شغل الدفاية ده في المكان شوية انا بردانة انا بردانة ماينفعش حد يحس بالدفا في البيت ده لازم كله يبقى سقعين ايه ده مين اللي طفت الدفاية دي الجو هنا برد جدا ماينفعش نقعد من غيرها هم اولعها تاني ما تبقش تطفي الدفاية تاني يا ليلى الدنيا هنا سقع قوي انا انا ما طفتش حاجة انا طلعت فوق طلعت الشنطة وخلاص هعايزين بقى نبتدي النظف لازم المية تتحول لتلك ايه ده هي المية ملحبة التلج كده ليه معقولي معقولي الجو سقع لدرجة ان المية تبقى تلج لا مش ممكن حاجة غريبة قوي مرمي التلج واملاك مية تاني يا يا فارس احنا اول مرة نيجي في الجو الرائع ده هو الجو سقع قا بس المنظر جميل قوي ويا سلام بقى لو حظنا حلو والدنيا تشت تلج هاحلى حاجة ان احنا هنلعب في التلج وهنتزحلق من على الجبل مع بابا دي احلى مفاجئة بابا عمل هلنا انا ما كنتش متخيلة ان بابا هيعمل لنا مفاجئة كده طب يلا بقى عشان ننزل نساعد مام غريبة قوي المية ما عملتش تلج ليه جايز عشان انا لسه مالياها يلا ما خلص تنضيف انا لازم اركن العربية في الجاراج انا لو سبتها هنا والدنيا مطار التلج مش هتتحرك من مكانها كنت فين يا خالد هربت بقى وسبتني امسح ونضم لا ابدا يا حبيبتي انا كنت باركن العربية في الجاراج عشان لو سبناها برا ممكن تمطر تلج ويبقى كتير فوق العربية ومتتحركش من مكانها طيب كويس انك عملت كده انا نزلنا عشان نساعدك يا ماما لا خلاص انا خلصت هنا اهم حاجة تكونوا رتبتوا شناتكم وحطتوا اللبسة في الدولاب ايوة يا ماما عملنا كده بقولك يا ليلى يا ريت تعمل لنا حاجة سخنة نشربها الجو برد قوي طيب اقفل الباب وتعالا نقعد عند التلفزيون وانا هعمل لكم حاجة سخنة وبعد كده نفكر بقى هنتغدى ايه عايزين ناكل من برا حاضر يا ولاد تعالوا بس نشرب حاجة سخنة الاول بس بجد يا خالد صاحبك ده ذوق جدا مع انك ما تعرفوش غير في فترة بسيطة بس معاك في الشغل ادنا البيت ده نقعد فيه يومين نقضي الاجازة يا ريت يا بابا تفضل مصاحبه على طول عشان كل سنة نيجي هنا ايوة يا بابا يا ريت انا سقعانة بردانة لازم كله يسع لازم كله يبقى بردان ممكن بقى نطلع نلعب في التلج شوية ماشي اطلعوا يا ولاد بس تلبسوا هدومتي إلي جدا حاضر يا ماما عايزين بقى نجمع شوية التلج عشان نعمل رجل التلج طب ايه رأيك نخليها مسابقة انا اعمل واحد وانت يعملي واحد ونشوف مين احسن يا سلام قصدك تحدي موافقة يلا نبتدي انا سقعانة سقعانة قوي بردانة انا هطلع جيب موبايلي من فوق عشان نسيته وانا هقوم بص على الولاد اشوفهم بيعملوا ايه انا بردانة عايز احس بالدفع على فكرة بقى اللي انا عملته شكله احلى لا اللي انا عملته شكله احلى في ايه يا ولاد ملكم اللي انتو عملتو ده برافو عليكم يا ولاد طيب انت بقى اللي هتقول يا بابا بتاع مين احلى رجل التلج بتاعي ولا بتاع فارس اصلا الاتنين شبه بعض لا يا بابا انت مش عايز تزعع الفارس وتقول ان رجل التلج بتاعي احلى طب وليه ما يكونش مش عايز تزععلك انت ويقول ان رجل التلج بتاعي احلى اللي اتنين حلوين يلا بقى ما تزعلوش ويلا بقى حضروا نفسكم عشان نروح نتسلق الجبل ونتزحلق وكمان هناك في العربيات اللي بنلعب بيها في التلج طيب يلا بينا يا بابا طب يلا دخولي قولي لماما عشان نروح كلنا مع بعض بابا احنا وقفين لوحدنا اهو يلا اقول رجل التلج بتاع مين احلى اللي انت عملته احلى يا حبيبي بس انا مرضيتش اقول قدام زينة عشان ما تزعلش وما تقولهاش بقى ان انا قلتلك لا لا يا بابا خلاص هو مين اللي طفت دفاية تاني معقولي ده الجو هنا برد قوي مفيش حد بيعمل المقالب والحركات دي غير فارس بتكلمي نفسك ولا اي يا ماما لا يا حبيبتي كل ما نولع الدفاية نلاقيها مطفية مفيش حد بيعمل مقالب غير فارس نديلي علي حاضر يا ماما فارس ماما عايزيك بابا فارس مش هنا اهو ممكن بقى تقولي الحقيقة رجل التلج بتاع مين احلى انا ولا فارس انت طبعا يا حبيبتي بس انا مرضيتش اقول قدام فارس عشان ما يزعلش ما تقولي لوش بقى ان انا قلتلك لا يا بابا مش هقول نعم يا ماما عايزاني بحاجة هو انت اللي يا فارس بتهزر وكل شوية تقفل الدفاية الجو برد يا حبيبي مينفعش تطفيها كل شوية كده دفايت ايه بس يا ماما اللي هقفلها انا مش بهزر ولا حاجة هيكون مين يعني اللي بيقفلها معقول حد قفلها تاني انا كل شوية اشغلها ولاها مطفية هو فعلا حاجة غريبة بس على العموم يلا احنا كده ولا كده خارجين مش هنشغلها بقى غيرا ما نرجع طيب يلا بينا انا هطلع العربية من الجراج استنوا ما تمشوش انا هشرب مية بس انا بردانة هل ده خط بالدفا بردانة لازم كلكم تبقوا بردانين زي ايه ده ايه اللي انا بسمعو ده وكمان المية بقى التلج كده ليه انا مش هارف اشرب انا خايفة قوي يا ماما اطلح حاجة غريبة قوي انا كنت سمع صوت جوة حد بيقول بردانة عايز احس بالدفا وكمان لقيت ازازة المية دي بعد ما ملتها مية بقى التلج في ثانية ايه اللي انت بتقوليه ده يا زينة انت بتهزري معانا ازازة ايه بس اللي هتتحول لتلج لا انا مصدقكي انا ما سمعتش حاجة بس وانا بمسح الجردل بتاع المية بعد ما ملتو المية تحولت لتلج وانا ما كنتش عارفة ليه كنت متخيل عشان الجو سقع بس وش للدرجة دي طيب يا ماما اللي انا سمعتو ده يبقى ايه انت بتاعscenes اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر